ها هي بوادر انتقال المرشحين من مرحلة الترشيح للانتخابات إلى مرحلة الدخول في عالم البرلمان قد لاحت في الأفق إذ توقفت أغلب المشاريع التي كان ينادي بها المرشحون بعد أن انفض غبار المعارك الانتخابية أهالي محافظة ديالة أكدوا أن الوعود التي كانت تتهافت عليهم من قبل المرشحين للبرلمان اختفت بعد إعلان النتائج اهالي العمارات السكنية بمنطقة التحرير أكدوا كذب الوعود التي أطلقها المرشحون عن اتمام بعض المشاريع الخدمية التي يحتاج إليها المواطنون تجوّق كثير من المنتخبين المرشحين نوعدونا أنه المنطقة راح تنبيهها ونبلطها لكن بعد الانتخابات ما أحد منهم بين من خلصة الانتخابات انتخابناهم ندق عليهم تليفوناتهم مغلقة عمل لي الصعدة وعفوا الناس عبارة صعدة للبرلمان وعلى الرغم من زحمة المرشحين قبل الانتخابات وتهافتهم على تقديم الخدمات إلى أن المواطنين لم يلمسوا منها أي شيء بعد أن ظهرت الوجوه الحقيقية لهؤلاء السياسيين الذين وصلوا لسدة الحكم يوميا جاين أربعة وخمسة وستة يابا تعالوا التخبون تعالوا التخبون في سبيل شنوها حتى نجي نبلط لكم الشارع نجي نسويكم المجاري نجي نسويكم هذه الخدمات التي طايفة قدام العالم زيانوها أصلا ما يجي لمها واحد لأحد ولا مسؤولي جافت يوم جاء وقال هذا الشيء شنوها ولا جاء قصرنا شن الشارع بجت من جنة الانتخابات جت العالم وهكذا تبدأ حلقة جديدة في مسلسل الحكومات المتعاقبة في العراق والتي أتعبت في أحداثها العراقيين وأرهقت كاهلهم بينما يحاول أبطالها من الأحزاب السياسية الحصول على أكبر قدر من المكاسب السياسية والمالية والشخصية على حساب مصالح الشعب العام